اشتركوا في القناة اه تقريبا واحد وثلاثين سنة فعلا واكتشفت بالوقت انها ولا بوعبه ولا ديولو والله العظيم طبعا انا حتى وقتها مكنتش حاسنها بوعبه انا كنت رأيت الامتحانة وده اتفرج على التلفزيون طول عمري هادي المهم ولادنا يعملوا ايه في السنوية العامة ده حاجة مهم احنا فضلنا ان شاء الله يومين واحنا نعمل ايه مع ولادنا في السنوية العامة خلوني ارحب وبشدة بضفنا العزيز دكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس منورنا يا دكتور اهلا بك ده احنا اللي نتشرف وبنبقى سعدة لما نشوفك انا لا صرف انا كنت لسه بقول لحاجتك حالا على طول قبل المقدمة دايما كده في حاجة بتحصل في السنوية العامة فتلاقي مثلا ايه واحد من اوائل الدفعة المشهورين اللي هو ايه طول عمره ابتداء اعدادي اولى تانية سنوي ده اول الدفعة تانية الدفعة يجي في السنوية العامة يشيع ما بين زملائه ان السنة دي صعبة جدا وان هو مش عارف يذاكر وبعدين يجي قبل الامتحدات تقول لك انا مش عارفة لم المنهج يبدأ الولاد يتقصروا بدا سلبا وما يذاكروش ويقول لك اذا كان فلان اللي بيطلع الاول مش عارف انا هعدي ازاي للاسف الشريد مظهر من مصاد الثقة بالنفس اورائي الاخرين حواليك عن نفسهم وعنك بمعنى ان انا لما شوف ان شخص اقوى مني يقول لان انا رعيف انا بقول طب انا اعمل ايه فده بيهز الثقة بنفسي فبالتالي لازم انا كطالب وكواليه امر احمي نفسي من هؤلاء والطلاب فانا بنصح ابناء انا الطلاب السماء العامة ان ما فيش حد منهم اتقصر باي كلام سلبي من اي حد بل يتجنبهم مثل هؤلاء والطلاب يتجنبهم طاقة سلبية تمام طيب من كل سنة بشوفه بيطلع الاول بيقول كده وبيطلع الاول بيطلع الاول يبقى انا افهم على طول ان الطالب ده بيضحق علي او بيبصر فيها طاقة سلبية يبقى اتجنبه اه اتجنبه بالزبط كده متأسرش بكلام بالزبط وانا عايز ارنوه في البداية برا قناة مهمة جدا السنوات العامة حريكي لسه ايه لاسة بابا بالذات السناني السناتي تختلف تماما عن اخر ثلاث سنين فرحني طيب هفرحك اول حاجة عشرين عشرين كنا نستخدمين نظام البوكلت بعد كيه واحد وعشرين واثنين وعشرين مرت السنوات العامة بمرحلة عوامة وزوجاجة فعلا كان فيه صحابات فعلية تمام طيب جيت اولى دكتور ريضا حجازي الوزارة بدأت من السنة دي الصراحة دكتور ريضا فيه ميزة كويسة جدا انه بيستمع دايما لاراء الطربويين بل ووريء الامور تمام طيب دكتور ريضا من اول مجيء طبعا هو ايديه في العملية التعليمية من اول 2016 كان ماسك رجال الامتحان السماء العامة طيب ايه عمل ايه؟ عمل تغيرات جزرية في الامتحانات هتلاقي حاجات يوسف حاصل سناتي مكنتش موجودة سن الفاتت اول حاجة السناتين الفاتت كانت منظام الامتحانات بنظام البابلشيت بمعنى الامتحان 100% اختار متعدد ووصيلها موضوعية احنا نادينا كتير جدا ان الموضوع ده خطير جدا جدا ازاي اول حاجة اسئلة الخروج متعدد بتقيس حاجة اسمها الناتج من التفكير يعني ايه الناتج من التفكير يعني الطالب جاله مسألة بيقعد يعمل خطوات معينة دي اسمها عمليات التفكير وبعد ما يعملها قد يختار الناتج غلط سواء بقى حصله خداع بصري حصله اي حاجة فهنا بيعطوا صفر على طول مفيش يعني خط وسط طيب الاسئلة المقالية اللي احنا طالبنا برجحها بزيتها بقى ان هي بتقيس عمليات التفكير بمعنى ان هي بتقيس الخطوات اللي الطالب قام بها هنا العكس الطالب قد يقوم بخطوات صحيحة وياصل الناتج الغلط بس هنا حديله درجات على ايه خطوات حالك فعلا كنت من اكتر الداعين ويمكن في اكتر من حلقانا في البرنامج وفي محطات وبرامج اخرى قلت لازم نرجع الاسئلة المقالية بالضبط حتى ايام دكتور طاري الشاوق كنت منادب كده تمام فعلا دكتور ردا حجاز استجاب للدعوة وقال حنداخل الاسئلة بيه نسبة 15% طبعا 15% لها طرد طموحنا بس احسن من الاول دي اول نقطة تاني نقطة السنة دي فرصة لطلاب السماء العامة للحصول على ما جميع عليها ليه يا فندم دكتور ردا عملي جي في الاخر او الاولاء الامور طالبه قالوا تحت حط اسئلة المقال قصير وقت الامتحانات سابت زي ما هو فبالتالي وقت المقال القصير حيث شوية ايدي ايه بقى او وقت من الطالبة في الاجابة فهنا الطالب عايز وقت اكتر فعمل ايه بدأ او خد قرار ان هو ينقص اعداد الاسئلة في كل مادة في اللغة العربية نقص خمس اسئلة يعني كان عدل اسئلة مثلا ستين بقى خمسة بخمسين سؤال قال في اللغة الاجنبية كان اربعين بقى سبعة وت samoothoose قال في اللغة الفنسية كان تاتة وتلاتين وتلاتين سؤال كل مواد شواءبت علوم و شواءبت ادبي كانت خمسية بقى ستة واربين سؤال طيب هتلاقي هنا حط في كل امتحان اسئلة مقالية ماشي طيب في اللغة العربية حط كم سؤال حط بتاع اربع خمس اسئلة مقالية الأجنبية التانية سؤالين برضك في علم النفس ومواد الأدبية ومواد الشعب العلمية أرموم حط سؤالين فبالتالي هنا في كل مواد قاس قدرات الطالب على إنتاج مش إنتاج بس عمليات الطالب في الوصول إلى المعرفة وإنتاج المعرفة حط سؤال في التعبير سواء في اللغة العربية أو اللغة الإنجلزية عليه أربع درجات وانت عارف حديق أكتر مني إن القدر على التعبير من أهم القدرات اللي احنا يمكن قيسة عند الطالب ليه عشان هي بتقسي عملات تانية أقل زي بيقسي قدرة على الربط القدرة على الاستنتاج القدرة على الكتابة إلى آخره فدي كلها عمليات بقت موجودة سنة دي ايه تانا فنم دكتور رضح جازي عامل حياة كويسة جدا الناس بيتخوفوا من الأسئلة المقالية وتصحيحها بيقول لك فيها ذاتية يعني فيها ذاتية أنا حريك لو أنا جبت وقالت إجابة طالب وسؤال وأنا كمصاح وحريك كمصاحح صححنا نفس السؤال كل واحدة دول درجة مختلفة تمام طيب دكتور رضح حط نظام أو دعا إلى طبيق نظام ده معروف يعني في التربية اسمه الروبريكس الروبريكس معناها قواعد التصحيح يعني قواعد التصحيح يعني أنا لما صح ورد إجابة الطالب حيبق معي القاعدة دي اللي هي بتقول لي الطالب ده لو عمل في السؤال واحد اتنين تلاتة ياخد الدرجة كاملة لو عمل واحد واتنين ومعملش تلاتة ايين قزار ده لو عمل واحد ومعملش اتنين ومعملش تلاتة ايين اصدرقين وهكذا طيب ايه اللي هيحصل بقى في الانتحانات السؤال لما قال يا عزيز يوسف هيتصور ويتبعت عن طريق التابلت لاتنين مصاححين مستقلين ولا يعرفوا بعض تمام بعد كده كل واحد منا يقدر الدرجة بتاع الطالب ده في السؤال طيب انا وانت اختلفنا في حدود نص درجة يتحسب للطالب الدرجة الاعلى انا حركة تلاتة اتنين ونص وانا اتنين لأ ياخد اتنين ونص طب لو اختلفنا في درجة كاملة نجيب مصاحح تالت هو اللي يبقى الحكم الفاصل باننا يرجح بالضبط كده فاندي طيب دي حاجة تانية حاجة تالتة كانت اسئلة السنة اللي فاتت لأسف يا عزيز يوسف فيها مش عايز اقولك عدم تديق لغة ويتام بمعنى ان حركة عارف اعلامات الترقيم الهمزة والفاصلة وكام ده احيانا بيحصل كان سنة الفاتت بيحصل الهمزة او الفاصلة ما تكونش موجودة فده بيغير معنى الكلمة دكتور رضا حجازي امر السنة دي انه هو شك اللجنة لمراجعة الاسئلة اللغويا طيب ايه مشكات حاص السنة الفاتت بردك وحنتجنبها السنة دي ان فاندم كان ساعات اللي بيحط الاسئلة هو اللي كان بيحدد الاجابات هنا كان فيه اشكالية كان اوزيز يوسف يمكن تلاقي الاربع اجابات كلهم صح وكلهم بيحملوا نفس درجة الاحتمال ان هي بتبقى اجابة صحيحة لدرجة ان حررت لو جبت اي سؤال وعرضت وعالتت معلمين خبراء في كل مادة هتلاقي كلهم معلم يختار اجابة بقى غير التاني فده اشكالية فعمل ايه ده يا دكتور رضا حجازي امر بتشكيل لجنة من عشر خبراء يعمل اوزيز يوسف بعد ما الامتحان عشان طبعا صديقة الامتحان ما ينفعش يشوفوها بالامتحان بعد ما الامتحان يطبق على الطلبة يجيبوا لوراة الاسئلة ويحددوا الاجابة الصحة ويبقى لازم يكون فيه اتفاق ما بينهم ده كلام حلم انا عايز اروح للفاصل بس عايز ارجع بعد الفاصل بقى نعمل ايه احنا فضل 48 ساعة ويبدأ الامتحان فيه طلبة بالمناسبة او انا كنت منهم بتقع اللحظة الاخيرة كده يعني لو ايه ممكن يبقى فيه مادة ما كانتش على هواء فاجف اخر يوم انا عاوزة للمها هو انا ينفع للمها ولا ما ينفعش واعمل ايه علشان للمها ده على سبيل المثال وبعدين انا بتكلم مع الدكتور تمر شاوي علم نفسي طربوي اجهز نفسي ازاي في 48 ساعة دول نفسيا واجهز نفسي ازاي وانا قاعد بذاكر حتى لو لقيت حاجة صعبة ومش فاهمها وبعدين الصبح بقى انا داخل الامتحان وعلى رأيه ما بيقولوا يوم الامتحان انا بقى الجملة دي ما بحبهاش ايه يوم الامتحان يقرب المرأة ويهان ان شاء الله خير يعني انا راجل احبه بقى هادي كده فانا داخل على الامتحان فيه ناس بقت لها متوترة وفيه ناس اهليهم بيوتروهم وفيه ناس زمايلهم موترينهم وفيه ناس المرائب ساعات مش كله بعض قلة قليلة نادرة توتروا انا عايز اعرف هنتعامل مع القصص دي ازاي ابنائي وبناتي زي ما بيتقال كده واولاء الامور اصدقاء الاعزاء لو سمحتوا تابعونا ضروري بعد الفاصل كل الترحيب بضفنا العزيز دكتور تامر شوقي واستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس وهرجع بقى على مسألة فضل اليومين في الامتحان التلامزة او الطلبة ولادنا دول يعملوا اخلال اليومين الان من حاجة وعاوز يبدأ يلم الدنيا اخلال اليومين هيتصرف ازاي انا رايح الصبح المدرسة عشان امتحن المدرسة اللي امتحن فيها مأهل نفسي بايه انا بقى الاب وانا الام المتوترين وموترين العيال نعمل ايه طيب انا حكا في الاول على دور الاب والام اول حاجة لازم دور قبلهم الهدوء التام وبس الثقة بالنفس فيه نفس الطالب انت عملتل عليك وانت كويس وان شاء الله هتعدل الامتحان والكلام ده كله تمام حاجة تانية ان هم لازم يحتووا الطالب خلال هذه الفترة الطالب هنا عايزي التوتره معروفة دي ايه بابا ماما يلحقينا انا حاسقط معافشي لايه يا ابني انت مش حاسقط انت كويس انت حيلو كلام ده كله لازم ما يحطوش او زيوسي توقعات عالية للطالب وانا عرف ان المتساوي ابني مساوي يعني خليجي بستين سمين في المية مجيش اقول له لا انا عايزك تاخدش كل الطب في الدراسات الاجنبية والعربية اكبر نظر ضغوط الاكاديمية او دراسية عالطالب هي توقعات الوالدين ودي بالسبب بتدفع بعض الطلاب لانتحارف بعد الانتحانات وبعد النتيجة هي توقعات الاب والام مش حاجة من كلا تمام عليهم انهم اشاركوا الطالب وجدانيا في بعض جوانب الحرمان لطالب محروم منها بمعنى انا ابني حرموا مثلا من وسائل التواصل الابتماعي ماليش الام طول النهار شغالة وعادة تضحى قدام الطالب معه قريبها على الواتس اياب وهي عالية لو ما تمسكش تليفونك وما تخشش على الفيسبوك وما تعملش وما تسويش وهي قعدة بتتسلى او ابو قعب بيتسلى بالزفت عليها ان هم يوصلوا للطالب ان هم قبولهم ليه مش مشهول بالنجاح او الفشل انت كده كده احنا بنحبك كده كده احنا بنحتويك عايزين هم بردك من هم يوصلوا لابنهم ان المساقبل مش كل سنوية عامة مش شارط اللي انت هتنجح في سنوية عامة عشي تبقى انسان هتنجح ان شاء الله هتنجح لكن مش شارط اللي انت لما تطفاقك في سنوية عامة هتطلع حية مرموكة في المجتمع وهيجيلك الملايين لا خالص انت كل واحد ربناك هتبقه رزقه وده ما يمنعش اللي احنا نسعى تمام طيب بالنسبة ليه الطالب طبعا الطالب يعني ما ينفعش طالب سنوية عامة يجي دلوقات يزاكر والطالب يزاكر طول السنة فبالتاني انا دايما نقول الاستعداد النفسي لدى الطالب في هذه الفترة اهم من الاستعداد الاكاديمي عشان هو كده كحاصة لدروسة طب يحل اكيد انا بقالي اكتر من شهر بنازل وكلام فيه كافة المواقع الصحفية عن ازايد السعادة المتحنية لدرجة اللي انا خلال شهر كتبول الطالب يعمل ايه خمساشر يوم مسبوع يومين الكلام ده كله الطالب لازم لازم يحل الحل ده في ملتقى الهامية عزيز يوسف يحل النمازج ما يحلش بس الاسئلة ليه مش الاسئلة وراء كل درس فيه فرق بين الاسئلة اللي بتيجي وراء كل درس فن وبين الامتحانات النهائية ايه هو الفرق ده الاسئلة اللي بتيجي وراء كل درس خاصة بدرس ده على حدة لكن النمازج يكون يربط لك درس في اول كتاب بدرس في اخر كتاب فبيقص قدرة على التركيب ودي قدرة عقلية علية طيب الطالب يا فندم لازم مع حل الامتحانات ان هو مش الهدف ان هو جيب درجة لا ان هو يعرف ايه جوانب الاخفاق او الضعف عنده وجوانب القوة خلاص انا متماكن من النقطة دي مش هرجع لها تاني لا الحتة دي بقى في الدرس القم كذا صافحة كذا مش فاهمة ارجع لها تاني ودايما بوصل ابنائنا الطلاب ان هم يبدأوا بالحاجات الصعبة عليهم ايوه تمام ما يبدأش بالحاجات السهلة فيه مصارح في علم النفس اسمه الافراد في التعلم الافراد في التعلم ده حاجة غير مرغوب فيها بالمرة يعني ايه الافراد في التعلم انا عندي موضوع معين انا اتقنته تمام اي محاورة لقراءة هذا الموضوع هو افراد في التعلم لكني بضايع وقتي فانا خلاص اذا ما انا اتقنت الشي افندم مرجعش ليه اشوف حاجة تانية اللي هي صعبة علي اللي انا احاول افهمه طب ما فهمتهاش اتصب معلمي معلمي دوت مش فاضي ليه زميل شطار واسق فيهم اتصب بيهم خليهم يفهموني النقطة دي تمام طيب انا هنا كطالب زي ما قلنا قبل كامل شوية اجتماعيا لازم اعزل نفسي عن الاخرين لازم يكون عندي رغبة داخلية اللي انا اذاكر وفي هنا يعني الطالب مسلا يقوم بيفزل مغوب كبير لا يا ابني انت لو بازلت مغوب كبير خد لك فاترة راحة انا خلاص انت مش داخل يعني نعدمك انت هنا من حقاك فاترة راحة عشان انت لو ما خدتش فاترة راحة مش حادث تساوي باي كلمة او اي جملة بس ما تطولش فيها فيه برضك الناس كتيرا بيتكلمه في مورة الارباوية هم مش متخصين فبيتكلمه كلام يعني عليه بعض تحافظات انا فيه مصالح مخطير جدا ازي يوسف اسمه الاندماج الاكاديمي او تدفق الاكاديمي يعني الاندماج لما الطالب بيعنده قوة دافعية عالية جدا مع قرب الامتحانات الطالب ده مش محتاجة وقاءات كبيرة للراحة هتلاقي الطالب لوحده شغال زي اللاعب في السرق الجاري لما الطالب الأولى بيمشي بالراحة بالراحة بعد كده بيمطالك بقى في الاخر بيهمه وحماس نفس الشيء بالنسبة للطالب السنوية عامة فهنا الطالب بتاعنا زي ما احنا قلنا كده يحاول حل الامتحانات كتيرة هتفيده برضا في عملية حل الامتحانات يا عزيزيوصف فيه انه هو يتيقن من الاجابة الصحيح يحل بقى على stop watch علشان يزبط التوقيت بتاعه هو يحل على stop watch ما فيش مشكلة بس ساعات زي او يشيل النقطة طبعا ديت مهمة جدا ان الطالب يعمل عاملة simulation الامتحان لكنه قعد في لجنة وكلام ده كله بس هو كده كده لو حل الواحده مش هيلتزم الوقت هتلاقي بيحل في وقت اقل تمام طيب المهم من ازيزيوصف ان الطالب يعرف وليه الامر يعرف عشان يطمنه ان الاسئلة انا شايف كمتخص عددها اقل من الوقت الاجابة الزمن كل امتحان اما ثلاث ساعت اما ساعتين طبعا انت عندك ستة واربعين سؤال منه ماربعة واربعين اختار من متعدد على فكرة دراسات مش كتير يعرفوا المعلومة ديت الدراسات العلمية العالمية قالت متوسط الاجابة على السؤال اللي هو اختار متعدد اللي لم يزد فهو دي او نص يعني طالب يقرأ وبعد كده يرجع ويتغلله كم ده كله كل ده بتعمل في دي او نص وفيها اسئلة هتاخد اقل من كده لو حركت حسبت ده كله هتلاح هياخد اقل من وقت الامتحان تمام وخلي بالك اسئلة المقال يا زوجيوسف كمان اسئلة اسمع المقال قصير انا عايز اولادنا الطلاب ينتابعوا النقطة يا ابني يا حبيبي انت عندك هيجيلك ورقتين اجابة واحدة بالبابلشيت اللي هو بتاع الدوائر وورقة التانية بتاع المقالي المقالي دي او زوجيوسف كل سؤال هيحدد له اربع خمس سطور للاجابة انت هنا مرزم بهذه المساحة لو سمحت ما تطولش ولا تقطر سؤال المقال قصير من الميزات والاختصار انت هنا هيبقى فيه افكار جوهرية وافكار يعني عدمة الصلة يعني احنا وحنا طالب زمان ورق الجابة مفتوح زي ما حركة عارف كنا بنوعا نكتب ونهبد تمام على طول وحتى في الجامعة لكن دلوقتي معنا زي من الحديث في التعليم المصح انا او حضرتك معانا نموذة اجابة في الخمس سطور الجوهرية لو حضرتك كتبتهم هدوه درجة كاملة عادت تلف وقدور حتى الورقة خلص وما فيش ورقة تانية صح تمام يبقى انا بنقصح اولادنا الطلاب انه هما يلتزموا بالمساحات الموجودة في الكراسات عايز انا بنقصة كمان اوزي يوصف ان في بعض المواد عليها وزن نسبي جبير في الدرجات زي اللغة عربية 80 درجة يعني تحتل وزن نسبي شوف بقى كم في المية كل 4 و 10 من 10 واحد في المية شوف بقى لها كم في المية في مواد تانية عايز انا بنبقى برضا اولئة الامور لها فندم مواد اللغات دي بتبقى مؤهلة لدخول الكليات بمعنى يتمكن كلية الالسن تقبل من 6 و 8% او 4 و 8% وانا ابن جاب 9% اقول لها اخشي الالسن يفاجأ الاب ان مجموعة اللغات بتاعت ابنه ضعيفة بالضبط كان انهم منزلوش في التنسيق كلية الالسن يقعد يسأل بقى ويجري ومعرفش ليه وليه وليه لا افندم عشان كلية دي بتقبل حد ادنى معين من مجموعة لغات الاي التلاتة فهنا بنصح اولادنا الطلاب ان هما يخلوا بالهم من موديات ما انصح اولادنا الطلاب برضك ان هما في الاسئلة المتعدد يقلوها كويس جدا عشان يمكن يحصل فيها هو خلي بالحركة في العلوم التقويم التربوي البداية ديات مش بسمها بدائفة عارف من سمها مشتتات يعني هي معروفة ان هي بتشتت الطالب اللي هو مش مزاق كويس ودي حاجة مرغوف فيها خلي بالك بعد اولا الامور عندهم هكون خاطئ فاكرين لما الوزارة قالت ان احنا هنجيب بديل واحد صحيح ان كل بديل هتبقى خطأ بشكل واضح لا يا فندم دي بديل كلها هتبقى متجنسة بس في بديل منهم واحد اولاد صحيح تمام نخلي بالنا من قطة دات نخلي بالنا برضك حسول يوسف ان الطالب لما ييجي يحل ما ينخدعش برضك ساعة وضع السؤال يحطوله رقم لو مسألة او اسم شبه اه ابدأ في الامتحان بقى بالسهل ولا بالصعب ماشي قولا واحدا ابدأ بالسهل قولا واحدا عشان ده بيديني حاجتين اول حاجة بيوفر الوقت الامتحان ده الحاجة بيديني ثقة بنفسي خلاص انا داخل بقى الصعب من حالة السهل من حالة درجات لكن لو بدأت بالصعب حيبنحل نفسيا عقل نفسيا بالاضافة ان هو حيسهلك مني وقت الامتحان رائع اشكرك جدا يا دكتور نورتنا وشرفتنا كمجارة العادة دكتور تامل شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس عزيزي الطالب عزيزات الطالب الورقة هي اقرأ علم على الأسئلة السهلة اكتب جنبها سهل سهل انا عرف ان الورقة الجديدة بقت عبارة عن أسئلة وأجوابها في نفس الكراسة يعني مهم دي سهلة ودي سهلة ودي سهلة ودي سهلة لو ده الصعب ابدأ بالأسهل انت لازم تعمل أول سكانين كده اعمل مسح عرفت الأسئلة السهلة ابدأ حل الأسئلة السهلة تاك 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 خلي الصعب في الآخر ابدأ اشتغل عليه أظن ربع ساعة يبقى معقول المراجعة مش كده يعني ربع ساعة تلت ساعة معاش كده لازم الطالب يتسغل الوقت كامل ما يسعجلش مفيش حد يمساني برا مش خلصت وطلع تجري يعني انت وارك ايه بالعكس اللي امتحان كل عام وانتم بخير طيب مرة تانية اشكر جدا دكتور تامر شوقي واستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس وخلصت الحلقة لحد كده ثواني يكون موجود معاكم رجائي رمزي وبرنامجه رقم عشرة اما احنا لو كان لنا العمر هنقابلكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة